أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية وخلال المؤتمر الصحفي الأول لها أعلنت جامع أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالية 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع وتوفير المزيد من فرص العمل إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية